بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليك بجلال وجه ربي العظيم وسلطانه القديم وأشهد أن لا إله إلا الله رب العرش الحليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين وعلى آلي وصحبي أجمعين وبعض أقصر قصة مؤلمة السؤال ما سلككم في سكر والجواب قالوا لم نق من المصلين تأمل هذه الآية ما سلككم في سكر ما الذي أدى بكم وأدخلكم في سكر وجعلكم وقودا لنارها وسعيرها يقال لهم هذا على سبيل التحصر والتوبيخ التوبيخ لهم عندما يتحصرون بعد رؤيتهم لموقفهم العصيب والزج بهم بعنف وقهر في جهنم بل في سكر وهي من أقبح الأماكن في النار أو من أشدها عذابا ووقودا عند ذلك يقولون لم نكم كنا أو السبب أننا لم نكم من المصلين عندما يقول هؤلاء المجرمون أو التاركون للصلاة والإطعام المساكين وما إلى ذلك عندما يسألهم أهل اليمين فيقولون لهم الذي أدى بنا إلى الإلقاء في سكر أننا في الدنيا لم نكم الصلاة الواجبة ولم نكم نطعم المسكين أي لم نعطي لمساكين حقهم بل بخلنا عليه ولم نعطه حقه الذي يستحقه ولذلك كان هذا سببا في إلقائهم في سكر وكذلك قالوا أيضا إننا كنا في الدنيا نخوض في الأقوال السيئة وفي الأفعال الباطلة مع الخائضين نردد ذلك دون أن نتورع عن اكتناب شيء منها وقلنا أيضا نكذب بيوم الدين يوم القيامة ننكر أن هناك يوم آخر أو يوم آخر نقف فيه بين يد الله فأنكروا ذلك أو أنكروا إمكان وقوعه ويقينا أو بقوا على ما هم عليه في هذه الدنيا من الإنكار والضلال حتى أتاهم هذا اليوم وهذا اليكين فأدركوه بأعينهم وشاهدوه بأنفسهم وعند ذلك قالوا ما قالوا وفي هذا اليوم الذي رأوا فيه بأعينهم صدق ما كانوا يكذبون به قالوا اعترفنا بأن إلقاءنا في سكر لم يكن على سبيل الظلم لنا وإنما كان بمساوي تركنا للصلاة وتركنا لإطعام المساكين وخوضنا مع الخائضين وفعلوا ذلك تعمدا منهم في هذه الحياة وهذا ما أدى بهم إلى هذا الموقف العصيب تركهم للصلاة حرموا المساكين من حقهم كذبوا بهذا اليوم العصيب يوم القيامة وهذا ما حكاه القرآن لم نكن من المصلين ولم نكن نكذب ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين كيف وتمعن في هذه الآيات وهل أنت ممن ينطبق عليه شيء من هذه الآيات فإذا كنت كذلك ففكر وكل نفسك كيف تنجو من هذا الموقف عندما تقف بين يدي الله وتسأل هذه الأسئلة عندما يكون المصير سكر والعياذ بالله لنا نشاهد في زماننا وقد رأيت وسمعت وكرأت في بعض الكتب وفي بعض الصحف أن هناك من أدباع الإسلام بل من من تولوا أمور المسلمين من أنكروا ذلك ويقولون هل تتوقع أن هناك يوم آخر ويقول له الآخر أظن يعني مش حقا لا يقول أظن يعني أشك فيقول له الآخر لو كان كذلك لكانت مصيبة يعني هذا الكلام الذي ضار بين كبار الناس ممن ينتمون إلى الإسلام وهم يشكون في هذا الأمر لأنهم ارتكبوا ما ارتكبوه في هذه الحياة لم يقوموا بشيء يقدم لهم أو يكون لهم تقدمة عند الله في أن يعفو عنهم أو يكون يكون سببا في عفو الله عنهم وإنما ارتكبوا ما ارتكبوه من الظلم البشع والإجرام والفساد في الأرض وهم ينتمون إلى هذا الإسلام ويعتقدون أن ما يكومون به شيء طبيعي ثم بعد ذلك يسأل أحدهم الآخر أترى أو أتعتقد أن هناك يوم آخر لماذا يقول له ذلك لأنه يرى نفسه قد بلغ الغاية في الظلم والإجرام فلو كان هناك يوم آخر لكان شيء آخر بالنسبة له لأنه سوف يلقى النتيجة أو الثمر من جنس عمله فلما كان شاكا في ذلك سأل هذا السؤال ولذلك أقول لك أيها المشاهد تمعا في هذه الآيات و ارجع إلى نفسك وكلها ارجعي إلى ربك فإن هناك موقفا سوف تسأل فيه بين يدي الله ويومها تتحصر وتندم ولا تنفعك ولا ينفعك الندم ولا تنفعك حصرتك أسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته وأن يقينا عذاب النار إنه والي ذيك القادر وعلي وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة